لم يغب لحظة عن الشعب الكويتي منح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب قائد العمل الإنساني وتكريم الكويت بتسميتها مركزا للعمل الإنساني التي تمر ذكرها اليوم الأحد فهو يفتخر بذلك أمام شعوب العالم وأسس سمو الأمير دعائم ديبلوماسية العمل الإنساني المثمرة إذ أتى هذا التكريم الأممي الأبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور الإنساني المهم الذي جبلت عليه الكويت وسمو الأمير في دعم مسيرة العمل الإنساني والخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة وبدوره سهم الشعب الكويتي منذ القدم بهذه الجهود الإنسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية بما قدمه من دعم متواصل للعديد من المشاريع الإنسانية في قارتاء آسيا وأفريقيا بمبادرات شعبية وأياد خيرة تدت إلى الكثير من المحتاجين في أسقاع الأرض لا سيمة أثناء المجاعات والكوارث الطبيعية أقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية خصصة لمتابعة تطورات الأحداث في محافظة البصرة فيما أعلنت قيادة عمليات المحافظة فرض حذر التجوال مجددا وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمام نحو 160 نائبا حاضرا من أصل 329 إن البصرة عامرة وتبقى عامرة بأهلها والخراب فيها هو خراب سياسي وذلك غداة إقدام متظاهرين على أحراق القنصلية الإيرانية وعدد من المباني الحكومية والحزبية في البصرة وأضاف أن هناك موافقة على استثناء البصرة من بعض الفقرات من قرار تنفيذ الموازنة والقرارات الحكومية من جانبهما طالب تحالف سائرون واتلاف الفتح أكبر قوتين في البرلمان العبادي وحكومته بالاستقالة قصفت طائرات روسية وسورية أمس بلدات في المحافظة بالتزامن مع تحذير جديد أطلقته موسكو من مخطط يعده إرهابيون لاستخدام السلاح الكيموي واتهام دمشق بذلك فيما كرر الجيش الأمريكي تهديده بخيارات عسكرية ضد الحكومة السورية إذا تجاهلت دمشق تحذيرات واشنطن واستخدمت هذا السلاح ونقلت وكالة فرانس بريس عن شهود أن المحافظة تعرضت أمس لأعنى في غارات روسية منذ بدء تهديد دمشق مع حليفتها موسكو بشن هجوم على المنطقة يشرع ديوان رودان أبوابه لأهل الكويت بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم ليظل منبرا أصيلا للثقافة وتداول الأفكار أمس السبت التقى عميد أسرة الروضان العام رودان الروضان عددا من الشخصيات ورحب بهم قائلا أن الديوانية في الكويت تمثل كيانا أساسيا على الصعيد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مشيرا إلى أن تلك الصفة تتميز بها ديوانيات الكويت التي كانت منتقل العوائل الكويتية لتبادل الحديث في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومناقشتها ودراستها ووضع الحلول الناجعة لها بما يتوافق مع رأي الأغلبية وأشار الروضان إلى أن الديوان واللبنة الأساسية لقيام مجتمع متلاحم ومترابط ففي الديوان تحل الكثير من المشاكل الأسرية الاجتماعية والقضايا الاقتصادية فيما يسهم بشكل فعال ومباشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر